أنا من حقي أنه يكون عندي طفل وفي المشالي أنا مستغربها يعني لما كنا نحاول نعدل هذه الحلقة في كثير من أو في محتضنين ماخذين أطفال معاقين وأطفال محتضنين أطفال مثلا فيهم توحد أنا ما قدرت أفهمها يعني أنه أنت تاخذ طفل سليم يحل مشكلتك لكنك إنك تاخذ طفل في توحد ولا في معاق وترعاه وهذه الرعاية اللي أنا شفتها هنا يدخل جانب آخر يعني فيه جانب الإشباع العاطفي وفيه الجانب الديني أنه أنا أجري في المواق أجر أعظم في الطفل العادي احتساب يعني فهنا يدخل أنصر آخر أنصر الإشباع وأنصر الجانب الديني وكمان لما يزور الطفل ويشوفه ويشوفه حالته يصير فيه تعاطف أنه طيب هذا يعني دماغنا فين حيروح فبالتالي فيه تجاوب والحقيقة يعني أنا أقول أنه المجتمع السعودي مجتمع عظيم مجتمع فيه خير غير محدود غير محدود يعني هذا الإقبال على الاحتضان هذا الفئة من الأيتام الشديد إقبال شديد والرجاء والتوسل للاحتضان الطفل هذا يدل أنه هذا ترى الإقبال عندنا ليس فقط من الأسر المحروم من جاب عندنا إقبال من الأسر العادية يعني يقول لك أنا وكاف اليتيم أنا أبغى أحتضن يتيم حتى أدخل الجنة ترجمة نانسي قنقر